أهلينا والناس اللي في القرى والمدن إنهنا شايفينهم إنهنا وخطين بالنا إنه عندهم مشكلة في التنقل وفي الحركة على الطرق الداخلية أو الطرق المحلية داخل المحافظات وزي ما احنا رفعنا كفاءة الطرق الرئيسية اللي بسؤول عنها هي الطرق اللي بين المحافظات أو الطرق الخاصة بالمشروع القومي للطرق اللي نشكت الأول بيقول أنتوا عادين بنعمل الطرق الصحراوية والطرق الكبيرة والطرق اللي برة احنا مش مستفيدين لأ بقول له لأ ده انت مستفيد من الطرق بتاع المرشال القاومة الطرق الرئيسية عشان تروح محل عملك او مصنعك او مزرعتك لازم تستخدم هذه الطرق عشان نربط ما بين المواني والانفاء والمصانع والمناطق التنموية الجديدة كان لازم نعمل شبكة الطرق دي بسرعة واحنا برضو واخدين بالنا منك ما احناش ناسينك ولازم نسهلك ونقمنك تحركك ما بين مسكنك في القرية او المدينة وهذه الطرق الرئيسية او الطرق المشروع القاومي او حتى داخل قريتك او داخل مدينتك احنا واخدين بالنا منك لا نبخل بالاعتمادات المالية ولكن بتبقى طاقة شركات منفزة وطاقة مهندسين اشراف وطاقة مهندسين تصمات وحتى طاقة معدات فممكن نكون اتأخرنا فيها شوية ولكن احنا واخدين بالنا منها توجهات سريعة جدا وحازمة من ساتة الرئيس اتناقشت مع دولة رئيس الوزراء وعلى مستوى الاتنين الوزراء المعانيين والمحافظات المعانية وزارة المالية ووزارة التخطيط توفروا الاعتماد المالي نزلنا بسرعة علشان نقول للناس ونقول اهلنا في القرى وفي المدن احنا شايفينكم واحنا معاكم وان شاء الله مش نخلي طريق مكسر ولا طريق يعمل حدثة ولا طريق حتى يلقى كنت بتتحرك داخل محافظتك او داخل مدينتك او داخل قريتك ان شاء الله مشروع ده لقيها همية كبيرة جدا نحية معنوية للمواطنين اللي هما كانوا بيقولوا ان احنا الطرق القاوبية دي احنا يعني ماناش علاقة بيها ومنشوفهاش احنا دلوقتي عملنا شبك الطرق حاليا اللي هي توصل ما بين القرى من القرية والمدينة وصم من المدينة للمشروع القاوبي اللي هو بيتكلم عليه فبالتالي اصبح فيه سهولة كبيرة جدا فيه تنقل احنا بالخلاف من الجشوء المعناوي الشيء المادي اصلا ان كان الطرق دي فعلا كانت غير جيدة زي ما قال معالوزير حاليا دلوقتي بنرتقي بنرفع من كفاية الطرق دي طبعا ما بنقدرش مرة واحدة زي ما قال الظروف العمل نفسها لكن في نفس الوقت ان احنا بمعملنها مراحل وان شاء الله في خلال المرحلة الجاية ان شاء الله نتم المشروع بالصورة اللي احنا المسته اللي احنا عايزينها شكرا